طيب عايز اقول لكم اكرم توفيق اجرى اشعى بالامس على رجبته اثر الاصابة اللي تعرض لها خلال الشوط الاول من مباراة مصر ونيجيريا وطبعا على ضوء نتيجتها سيتم تحديد مدى اصابته ونفس الامر طبعا ليه احمد فتوح اللي اجرى هو كمان اشعى بعد اصابته اللي لاحقت به في مباراة الامس اكرم توفيق فيه ناس بتقول طبعا كل الكلام ده كلام في الاخر هل لازم نستلنا تقارير بس في وجهتين نظر وجهت نظر بتقول ان هو تعرض لجزع الشديد ووجهت نظر التالية بتقول لا ده تعرض ده قطع في رباط الصليبي نتمنى انه ما يكونش قطع في الرباط الصليبي لان طبعا اني عكسات ده ان احنا ايه حننسى اكرم توفيق شوية حلوين فاتمنى ان الموضوع يبقى ابسط من كده بكتير